السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بك يا شباب. النهاردة بإذن الله شبهنا هنتناول موضوع النات او فيما يسمى الناتروك ادرس ترانزليشن. وحضرة النهاردة بعنوان نتروك ادرس ترانزليشن فوندمينتلز هناخد فيها النهاردة بإذن الله تلات آآ نقطة. اول نقطة ايه هو النات. يعني النات ده معنى ايه. تاني نقطة النات ازاي بيشتغل. اه تالت نقطة هنتكلم اه عن انواع النات او ان اه او فيما يسمى هنا جيت نو سم افني اه بمنطقة البساطة يا شباب اه الاي بي في فور تعالوا نتكلم هو النات اصلا ظهر ليه الاي بي في فور عبارة عن ايه اتنين وثلاثين بت طيب كلام جميل يعني الاي بي في فور انا لو عندي عايز عارف هو الاي بي في فور يدي كم اي بي فكنت هقول ان هيبقى اتنين قصة اتنين وثلاثين لان انا عندي قاعدة بتقول ان انا لو عندي number of binary digits او number of bits يعني مثلا عندي اكس 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 كل اكس من دول هتتروح اما تكون دير واحد فان عشان اجيب ال 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 يقدروا يدو كام احتمال فكنت هقول ايه بكون انت بقول اتنين قصة ثلاثة بتسوي ايه تمام احتمالات كذلك نفس الفكرة انا عندي اتنين وثلاثين بت في الاي بي في فور يقدر يدي كام احتمال يعني الاحتمال ال 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 واحد بيمثل اي بيقدر يدي اتنين وثلاثين وثلاثين وهذا اللقم بيعبر بيدي اربعة مليار وشوية فكة طيب كلام جميل مشكلة بقى ايه مشكلة في they überhaupt اللي بتاخد الاجهزة في الوصول الى الانترنت والمشكلة ان احنا لو في قاعدة في الناتورك اساسية يقولك ان في محيط شبكة سواء لان او وان احنا كده بنتكلم بغض النظر عن وجود نات تمام لو انا عندي مثلا شبكة كده اهو تمام اهو وعندي اجهزة متوصلة على الليفت لان واجهزة متوصلة على الرايت لان فلا يمكن او ما ينفعشي جهاز تمام اه او اي بي يعطى لاكثر من جهاز ما ينفعشي اي بي يعطى لاكثر من جهاز يعني ما ينفعشي جهاز هنا مثلا يكون عنده اي بي 10-002 وجهزة نحية تاني 10-002 الكلام ده ما ينفعش فبالتالي احنا عشان نخش على الانترنت كلاود او الانترنت ناتورك فاحنا بالتالي كل شخص محتاج ياخد اي بي مش متواجد مع حد غيره وده اللي بيعرفه ده يعتبر كده زي هو مسلا في مصر ما ينفعش مسلا اتنين يكون عندهم نفس الرقم القومي شخصين في مصر مسلا في جمهورية مصر ربما ينفعشي اتنين يكون عندهم نفس الرقم القومي كذلك نفس الفكرة الراقم الاي بي بيمثل ايه زي الرقم القومي كده بالنسبة البي سي ما ينفعش تواجد اه على الانترنت اه 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 او اي بي يعطى لاكثر من جهازين طيب كلام جميل فبالتالي احسب بقى لو انت مسلا عايز تخش على الانترنت ودينا لكل واحد عايز يخش على الانترنت اي بي خاص بي معايا هيحصل عجز هتقول لها بش مهندس ازاي هقولك بمنطقة البساطة انت بتخش على الانترنت عن طريق انا مسلا شخصيا بخش عن طريق اللابتوب بتاعي تمام اللابتوب بتاعي وبخش عن طريق الموبايل بتاعي اوكي وكذلك مسلا عندي اه تابلت لو عندي تابلت مسلا هخش عن طريق التابلت طيب كل دي اجهزة بتخش على الانترنت ومحتاجة برضو ايه يونيك كبالك الانترنت في شاشات التلفزيون اللي تقدر تخش بيها على الانترنت وكذلك والكاميرات السويتشات الروترات كل الاجهزة دي محتاجة تاخد الانترنت لو انت عايز تطلعها تعملها على الانترنت فطبعا كل شخص بيحتاج مثلا لوحده 3 اربع اي بيهات طب احنا عدد الناس اللي بتخش على الانترنت او عدد مستخدمي الانترنت على مستوى العالم بيعدل 3 مليار تمام بيعدل ايه بيعدل 3 مليار طبعا العدد ده كبير جدا لو بالنسبة للاي بي في في فور لو كل شخص خادله اكتر من اي بي تمام ده عندك 4 مليار وشوية اي بي في فور يقدر يعطيها لك تمام بانت هيح تصال عندك ايه عجز طيب كلام جميل النات حللك القصة دي خلي بالكو احنا ده اول سبب من اسباب ظهور النات لسه في اسباب تانية طيب الا النات حللك المشكلة دي ازاي قال لك تعال بص يا سيدي تمام حللك بمطالة البساطة لو انا عندي راوتر اوكي وعندي برضو راوتر هنا برضو الراوتر ده اللي تحت متصل بي ايه بي بي سي وهقول ان ده راوتر 1 والراوتر تاني اللي هو مثلا ده راوتر 2 متصل برضو ايه بي بي سي افترض ان الشبكة الداخلية عند راوتر 2 192.168.1.0 24 24 والشبكة اللي عند راوتر 1 آآ 192.168.2.0 سلاش ايه 24 طيب كلام جميل جدا الفكرة بقى اللي وهفترض برضو يا سيدي قول ان انت برضو موصل هنا برضو ايه جهاز كمان وهنا برضو انت موصل هنا ايه جهاز كمان حلو فانت جهاز الراوتر 2 هنا واحد point 1 جهاز ده مسلا واحد point 2 ده مسلا واحد point 3 تحت برضو راوتر 1 واحد point 1 هنا point 2 وهنا point 3 طيب كلام جميل الراوتر اكيد ليه اي بي على الوان لينكة اللي تمفتوحة من عنده تجاه الاس بي هفترض ان الراوتر 2 عنده public IP وخلي بالكوا بقى ده هنا بقى لازم نفرق ما بين public IP و private IP زي ما احنا شرحنا في محاضرات ال IP addressing public IP هو ال IP اللي يقدر ياخده جهاز ويتعامل به داخل نطاق الانترنت تمام طيب كلام جميل يعني مثلا يعني مثلا ما فاشي جهاز ياخد local IP او private IP 12621.2 مثلا ما فاشي هتعامل بال IP ده جوا نطاق الانترنت ما ينفعش تمام طيب كلام جميل افترض ان الراوتر 2 واخد IP 2.2.2.2 راوتر 1 1.1.1.1 عظيم جدا الكلام ده طيب حلو اللي بيحصل هنا بقى ايه كالاتي اللي بيحصل ان انا عندي PC2 اما يجي يخرج عايز مثلا يروح على سيرفر جوجل اللي هو 48 هايبعد packet ادي PC2 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بس انا اخد هيطلع من سورس بورت 1050 هيطلع من سورس اي بي كان بقى هيطلع المفترض من سورس اي بي 192.268.a.1.0 هيروح الى destination بورت افرض هو هيروح على هيعمل resolving domain name resolving على اربعة تمانيات يعني هيروح على destination بورت كان 53 و ال destination اي بي اربعة تمانيات يعني 8.8.8 عظيم قوي طيب الباكت دي ما تيجي تنوصل لراوتر 2 وده اللي الناب بيعمله حلو الراوتر 2 بيقوم شايل السورس اي بي يعني بيشيل السورس اي بي هيدر ويحط مكانه هو الباكت رايحة ايه رايحة inside الانترفيس الداخلي ده افطرد ان هو فاصلي 0000 ورايحة outside الانترفيس الخارجي اللي هو مثلا 0000 حلو فحلو فالباكت طالما طلع outside الانترفيس الخارجية اللي رايح على الانترنت لانه رايح على destination IP موجود في الانترنت تمام فالسيري 0-0 هيا رفي وصله بال4-8 طيب كلام جميل فيقوم حاطة ال IP الخاص بالاوتسايد انترفيس اللي هو serial 0-0 طيب كذلك نفس الامر لو بي سي تو عايز يطلع وعايز يروح ل4-8 برده نفس القصة بيطلع على نفس السورس اي بي اللي هو 4-2-ت تمام فبالتالي انا عملت توفير كبير جدا لان اصبح الشبكة عندي اقدر اخرج كل الاجهزة اللي في الشبكة عندي تمام? الى الانترنت بنفس باي بي واحد بس بوان طبك اي بي هتقولي طب كلام جميل ازاي بي سي تو انت قلت يا مش مهندس لا ينفعش ان يعطى اي بي الاكثر من جازين ازاي بي سي وانا بي سي تو يخرجوا عن الانترنت بنفس الاي بي تعال يا سيدي بص يا سيدي بي سي تو هيخرج برضو من سورس اي بي اربع اه مية تنمية تفاصلين واحد وزيرو انا اسف هو مفترض هنا وهي حدود تو بتاع بي سي وان تمام? فبي سي تو هيخرج من ايه? point three راوتر تو هيعدل السورس اي بي بتاع بي سي تو ويخليك انه خارج من اربع اثنينات كلام جميل لو اربع تمانيات استابل باكت جاية من سورس اي بي سورس بورت الف وخمسين بي سي تو مايجي يطلع لاربع تمانيات هل هل هيخرج من نفس السورس بورت ها المفترض ممكن يخرج من نفس السورس بورت بس نادرا جدا نادرا جدا تمام? ليه? لان يا شباب الويندوز وكذلك اللينكس بيختار السورس بورت من رنج 1025 ل 65535 بيختاروا راندوم لي تمام? فبي سي وان اختار 1050 ده راندوم ممكن بي سي تو يخرج من مثلا 2067 حلو كده؟ هنا بقى اربع تمانيات هيستقبل two packets تمام؟ واحدة جاية من 2067 والتانية جاية من سورس بورت 1050 بما ييجي يرد بي سي اربع تمانيات هيرجع هيرجع تاني عايز يرد على اربع اتنيات هيروح على ايه؟ الاي بي اللي هو اربع اتنيات تمام يجي يحب يرد هيرد على destination ip اربع اتنيات و destination port مرة 1050 فراوتر two ما يستقبل packet جاية على destination port اربع اتنيات انا اسف destination ip اربع اتنيات و destination port 1050 راوتر two هيدرك هيقول اه ده 1050 ده كان طالع من 1221 و حولته الاربع اتنيات فيقوم راوتر two واخذ packet نحولها على pc تمام راوتر two برضو يستقبل packet من الاربع تمانيات على destination ip اربع اتنيات destination port 2067 راوتر two هيقول اه ده الجهاز اللي كان خارج من port 2067 و حولته الاربع اتنيات كان 1892 1881 ايه دوب 3 تمام فيقوم الباكت هنا وضحنا هنا برضو هنا برضو مثلا pc3 و pc4 اللي على local network المتصل البراؤتر one برضو هيطلعوا على نفس public ip 1.1.1 الى الانترنت تمام وهيتم التفرقة بناء على السورس بورت هيتم التفرقة زي حنا شفنا في المثال ده بناء على السورس بورت فهنا توفر لي في الاربع ات ولا وكذلك شفنا ازاي اكتر من جهاز خدوا ip وكذلك شفنا حل اشكالية ان اكتر من جهاز بياخدوا نفس ال ip فازاي الجهاز على مثلا سيرفر اربع تمانيات ده او بيفرق ما بين الاثنين تمام طيب كلام جميل جدا حلو اللي انا عايزك تاخد تاخد بالك منه تمام ان اربع تمانيات بيتعامل مع الباكتس اللي جاية من اربع اتنينات وكأنها جاية من جهاز واحد فهو فعلا بيبعدها لجهاز واحد صح يعني هم يحب يرد يرد على مين يرد على راوتر 2 تمام كده فقصاد اربع اتنينات هو كأن جهاز واحد بس اللي بيخطبه بس مرة من 1050 مرة من 2067 واضح كده فطالما هو بيعتبر كده اما بيبعد تباكت راوتر 2 راوتر 2 اللي بيبدأ يفرق بقى اللي سيشن دي اللي جاي من سيش بورت 1050 دي رايح جايه اصلا من local IP كذا واللي جاي من 2060 دي جايه من local IP كذا وهكذا طيب ده كلام جميل ليه اول مشكلة حلت هلنا او اتحلت بواسطة النات طيب اللي هي الIPV4 في مشكلة كمان ايه هي بقى المشكلة قالك يا سيدي لو انت عندك مثلا راوتر حلو كده و متصل بي ويب سيربر ويب سيربر والراوتر ده متصل على الانترنت حلو كده طيب وانا عندي هنا الانترنت مثلا هنا متصل على راوتر الراوتر ده متصل على جهاز هاقول مثلا ده الويب كلينت تمام طيب كلام جميل هبطلد للشبكة هنا 10.0.0.0.0 سلاش حبا وعشرين راوتر هنا ناخد 0.1 السيربر هنا هياخد 0.2 تمام طيب هبطلد ان الـ public IP بتاع الراوتر هيكون 3.3.3.3 ده مثلا راوتر 3 ده 4.4 0.4 0.4 واللوكال نتورك بتاعته هافترض ان هي 10.0.0 0.0 سلاش 14 فانا برضو هنا واخد 0.2 راوتر هنا واخد 0.1 الجهاز ده دي بقى بصوا مشكلة كمان تمام الجهاز ده حلو عشان يقدر يوصل للسيربر عن طريق الانترنت وذوت النات حلو مش هيعرف ليه لان الـ IP هنا نفس الـ IP هنا تمام فما يفعش الجهاز يطلع باللوكال IP بتاعه دي اول جزئية تمام طيب ما ينفعش يعني ما ينفعش اصلا without النات ما ينفعش connection يحصل ما ينفعش الـ web client ينفعش على الـ web server لانه موجود واخد نفس الـ IP بتاع الـ web server صح ولا لا ما ده private IP يا شباب صح ولا لا طيب كلام جميل فهنا هنحله بقصة النات عشان الراجل ده يطلع يطلع ويكاينه خارج من ايه من اربع اربعات دلوقتي بقى راوطة فريق ما يجي يستقبل باكت جاية من source port انا اياسف جاية من source port ملوكالينت يعني web client افرد عايز يخش على web server web page على الـ web server ده هيطلع من source port مثلا 1050 هيروح على destination port هافترض ان هو 443 وهو HTTPS وهيطلع من source IP الباكت هتخرج out of router for sources from مين destination IP حلو هل هل حط destination IP 10.00 2 هتقول لي ممكن ما حط 10.00 2 هقولك لا لان ممكن تصادف ان الانترنت مثلا اولا ISP متصل براوتر برضو الشبكة الداخلية عنده 10.00 مش ده برايت ابي تمام ده بقى هنتكلم عن حتة اسمها publishing ايه publishing ده قالك انا هخلي الباكت اللي خارجه من الweb client ده رايح على destination IP 3.3.3.3 وهقول راوتر 3 لو انت استلمت باكت جيالك على destination port عندك على 443 وعلى destination IP 4.3 حول هذه الباكت الى ال local IP اللي متصل عندك اللي هو 10.0.0.2 وده فعلا اللي موجود يا شباب اللي انت ما ديجي تخش على IP ويب سير برا انت بتخش على facebook انا دلوقتي تخيل من هنا لو انا رحت جيت السيم دي رحت كتبت png www facebook .com حل هو عملي result 31.13.13.18.36 هل معنى ذلك ان دا IP اللي هو اخده سيرفر اللينيكس العلي ال facebook pages اللي جاب لأ دا ممكن يكون حول اتنين تمام بس من سور support كام 443 حل طب مش راوتر 3 كان اصلا محول ال 443 على 4 3 ال 4 40 10 0 2 دلوقتي جات له 443 10 0 2 هيحول ها ل 4 3 فيوم خرج ال package اللي جاي من web server بدل وي كان خرج من 10 0 2 4 3 في اتجاه راوتر 4 دا قصة تالية في ال net دا publishing على فكرة مميز جدا ك security لان انا ك web client مش معايا IP اللي صح ولا ممكن اعمل mask rate ممكن اعمل قناع تمام ان انا اخفي الاجهزة المهمة عندي في الشبكة واخلق لها ساتر من ال IP هات تخفي ال IP هات الحقيقية لهذه ال اجهزة طيب كلام جميل جدا دا القصة بتاعت ال net طيب نرجع بقى لل a لل slides بيقول لك انا يا سيدي تمام طيب كلام جميل وممكن تضيف برضو ان هو ممكن يغير destination port ويقدر يغير destination IP تمام يعني مش الشرطة برضو مقتصر على ايه يعني هو البكرة ان هو عايز يقول لك هنا ان الراوتر مستلم باكت جاي من سورس IP و سورس port تمام ممكن يخلي الباكت خارجة من سورس IP مختلف مثلا ده راوتر 1 حلو وعنده هنا PC الPC ده مش بيخرج من سورس port والسورس IP والراوتر هيغير السورس IP بدلا لو كان خارج من IP بتاع الPC هيحول لو كان خارج من ال ايه ايه انا ممكن يخلي راوتر 1 برضو يعني يعني هقول لو جات لك تمام جاية من سورس بورت مثلا 1050 او 1060 حولها الى ايه بورت كزا تمام فالقصة دي بس ما بتظهرش في النحية دي مش بتطبقها على الكلينت انا بتطبقها في حالة يعني انا دلوقتي لو عندي سورفر فيسبوك اهو يعني مثلا تخيلوا انا هنا عندي السورفر ده تمام او بلاش لأ عندي مثلا ايه جهاز هنا سورسو دستانيشن بورت ربعمائة تلاتة واربعين صح انا ممكن اقول الراوتر ده حلو لو انت استلمت باكت جاي على دستانيشن بورت مش ربعمائة تلاتة واربعين بقى لأ بصوا بقى هقول الراوتر ده انا دلوقتي عندي البي سي ده رايح بباكت اكيد باكت من معلوماتها دستانيشن بورت والدستانيشن اي بي حلو فالمفترض البي سي ده هيروح على دستانيشن بورت ايه ربعمائة تلاتة واربعين ودستانيشن ايه 80 دوت زيرو دوت زيرو دوت وان انا هقول النات راوتر ده لو انت كنت لك باكت استلمت دستانيشن بورت واربعين 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 ايه لسورس حولت دستانيشن اي بي ده للوكال دستانيشن اي بي انا ممكن احول كذلك دستانيشن بورت انا ممكن اخلي ده يطلع بدل المغاطلة على 445 يطلع مثلا على بورت 500 فهقول راوتر النات لو انت جات لك باكت على دستانيشن بورت 500 ودستانيشن اي بي 80 001 حولها الى دستانيشن بورت 243 على دستانيشن لوكال اي بي الو 132 860 00.16 ها وضحت ودي طبعا مهمة جدا لان انا ممكن يا شباب دي خصوصا بتفيد في حالة ال يعني انا مثلا بيبقى عندي راوتر متصل بسويتش حلو والشبكة 10 00 00 00 حلو 11 24 20 وسويتش هنا واخد الراوتر متصل على ISP وعندي هنا PC تمام وراوتر هنا انا ااخد مثلا IP public 1.1.1.1 لو انا عايز اتلنت من ال PC ده على السويتش حلو فانا هتلنت انا ممكن اقول الراوتر ده اعمال لو انت جت لك البروتوكول بتاعه البروتوكول بتاعه 23 فهقول لو انت استلمت جاي دستانيشن بورت 23 ودستانيشن IP 1.1.1.1 حوله الى ايه السويتش اللي هو 10.0.2 بس انا ممكن اعمل سيكوريتي اعلى من كده ان انا هقول لك لو انت عايز تكنيكت تلنت على السويتش لا خلي دستانيشن بورت مش 23 بتاع التلنت لا خليه مثلا 700 وهقول الراوتر لو انت جت لك باكت على دستانيشن بورت السبع 100 ودستانيشن IP 1.1.1.1 حولها الى دستانيشن بورت 23 على دستانيشن IP 10.0.2 تمام فدي برضو ملحوظة ان انا ممكن اغير ال ايه الدستانيشن بورت ودي استخدامه هنا بتظهر هنا بقى في النواحي دي طيب عظيم وطبعا تاني نقطة هنا مكتوب ب نات comes in the play to cure وشان يعالج some of issues of IP v shortage وكلبنا برضو عن security counter measure ازاي بيعتبر النات tool مهمة جدا في كسيكورتي عشان اخفي سيرفرات وراء IP هات والقصة دي كلها طيب كلام جميل هنا بيقول لك بها نت the technologic merging source IP source port source IP وهنا بقى بيقول لك when the net router receives a packet from the destination when router يستلم a packet from the destination it views the local source port and the local source IP that pin net redirect to the local source احنا بنتكلم بقى ان في حالة مسلا سيرفر 4 8 عايز يرد على المكت اللي كان جا لهم 4 اثنين ومرة من source 1050 ومرة من 2067 فاكرين دي ايه الحتة دي لو بيقول لك بيبص على local source support تمام وال local source IP يعني مثلا 4 8 حاب يرد طلع من source support 53 source IP 8 8 8 8 8 8 وراح على destination port 1050 وراح على destination IP 2 2 2 2 2 فاكرين المسال ده فالراوتر بيبص ايه ده انت عايز تروح على 1050 على destination IP 4 NAT ده ده اللي انا كنت عامله نات بس اوت اوف ايه ال local IP اللي هو 129 965 ايه 1 1 2 طيب كلام جميل هنا طبعا ده مثال بيبير لك انا دلوقتي عندي ايه خارج من source IP 1 101 source port 540 847 40 الراوتر بيخرجوا ويكانه خارج من 65 96 96 14 76 وممكن يكمان يخرج يغير source port ويكانه خارج من port 1 تمام حلو ده الجدول اللي هو بيسمى حسب تسمية Cisco Net Translation Table تمام فطبعا 4 8 ما يحب يرجع يرد والراوتر يبص هنا يشوف هو اصلا 1050 تمام كان يعني او مثلا افرد مثلا الراجل لا طالع من مش 54 000 افرد من 1050 فالراوتر هيقول ان 100 خرج من 1050 على ال IP ده وعلى port ده فاما افرد برضو port يعني الراوتر مغيرش في 1050 ده تمام انا اصلا كنت محول من IP محول ال IP اللي كان خارج من 1050 وطلعت على public IP بتاعي هيقول ان 1.101 دي الفكرة بتاعت ال فانا وضحت لك لو الجهاز خارج هيحصل ايه طب لو رد عليه الراوتر هيرجع ازاي ال باكت ازاي على ال ال private PC طيب كلام جميل فاضل لنا بقى ايه انواع ال نات انا عندي كزا نوع من ال نات في source نات وفي انا اسف static نات اللي هو 1 to 1 to 1 وفي destination نات ال 1 to many وفي ال path اللي هو port address translation يعني ده static network address translation ده dynamic network address translation وهنا port address translation ايه بقى القصة دي تمام طيب تعالوا نشوف كل نوع بيتكلم عن ايه لو انا عندي راوتر مثلا متصل ب ال isp وممكن الراوتر ده او متوصل في شركة والشركة راح تشترت public ip مثلا 1.1.1.0 slash 29 وعشرين فيعتبر هو كده ال available لي كم ip هتقول هتقول لي 6 هقولك لأ هو 5 لان ال isp بياخد ip بياخد وهمي كده تمام بياخد ip ومسلا هياخد 1 والراوتر ده مثلا هياخد 0.2 تمام كده فهيبقى عندي ايه dot three dot four dot five dot six اه انت عندك اربع ip وديت للراوتر اللي عندك public ip dot 2 بس 29 عشان كده بس انا 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 عايز اشتري ip هيديك ip على 30 طب لأ ام يقولك بس فيه بقى عندنا خمس ip هات مثلا بخمسين جنيه في الشهر خمس ip ده على 29 طيب هفترض بقى ان انا عندي server لأ مش server بقى طيب عندي switch اوكي والswitch ده في server وهفترض الشركة هنا 10 dot zero dot zero dot 27 الراوتر واخد point one والserver واخد point two حلو static net يعني ايه static net ان انا ممكن اقول الراوتر مسلا هقول ان ده router one هقول router one 10 ازا local ip خرجوا على global ip مثلا one dot one dot three حلو كده فبالتالي اي باكت جاية على router one رايحة على one dot one dot three router one بالغير ما يبص للport يوم بحاولها على طول على ايه 10 zero dot ايه dot اثنين طيب انا ممكن اعمل الستاتيك نات على مستويين على مستوى ip وعلى مستوى الport ممكن اقوله ان 10 dot zero dot zero dot اثنين تمام اه كبورت ربعمائة تلاتة واربعين اللي هو https port يخرج على one dot one dot one dot three ازا بورت برضو ربعمائة ايه تلاتة واربعين هيا دي معناها ايه معناها من الاخر بقول له router وان لو جات لك رايحة على destination ip one dot one dot one dot three على destination port ربعمائة تلاتة واربعين حولها ال 10 zero zero two على destination port 443 طب انا ممكن اقول له 10 zero zero two three three يخرج على one dot one dot three بس على بورت الف وعشرين فrouter one على protocol https تمام على ip one dot one dot one dot three على 2020 وعشرين هيحول ال 10 zero zero two 443 هنا ممكن واحد يسأل لي سؤال تقول له باش مهندس هو ينفع remote client يخش على https على صفحة من port 2020 هقول لك اه هتقول لي الله هو مش hps 443 40 الport بتاعه هو لك ده default لكن انا ممكن اخش على server تمام web server او بس على port غير 449 حلو ازاي الكلام ده تعال بص يا cd بص هنا انا عندي dh gns3 vm 3 تمام ال ip بتاعه كام ال ip بتاعه لو كتبت fconfig ethernet zero تمام هلا ان ال ip بتاعه اه اه بتاع ethernet zero one dot a two hundred forty three فانا عشان اخش على ال ip او عشان اخش على web هفتح المتصفح اللي انا هشتغل عليه دلوقتي هفتح الجوجل كروم تمام وهكتب 192 بص هكتب http هخش على double column slash two forward slash عايز اخش على 1 dot 243 بس لو دوست enter هيدخلني على port 80 حلو لا انا ممكن اقول انا عايز اخش على port double column كده بعد ip port 8000 مش 80 تمام هفتح كده اهو دخلني على lgns3 web page ها صح ولا لا تمام فانا ممكن اغير port على فكرة وانا ادخل ايه على web browser كذلك telnet انا ممكن اخش مثلا telnet port 23 انا مثلا عندي راوتر اهو 1.2 2 4 5 2 4 6 6 7 8 اهو ممكن عندي راوتر 1 2 2 48 اخدش عليها telnet افتح كده open افتح افتح ليه اه مش فاكر هو 46 47 48 مفترض اه يعني لو كتبت كده عندي يعني انا عايز افتكر بس ال ip telnet افتح ال 248 اه 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 طيب 247 هي حاجة من دول يعني اه 26 و 40 طيب 49 49 والله ما شامش فاكر بس انا اه 242 اه بنكت عليه تمام ممكن اخش telnet على الراوتر ده بالبيوتي اه اه واحد 248 اه telnet ال devil port هي 23 هنا صح اه ده الراوتر welcome to our online break اه anyway بس انا ممكن اخش telnet تمام اه على روتر مثلا بport غير 23 تمام يعني مثلا ممكن ادخل على 1.243 ثوري تمام واخش مثلا على 2001 اه فتح لي مثلا عندي راوتر اه اوك انا ممكن اخش ايه يعني انا ممكن اغير الport الخاص بالبروتقول مش شرط default port طيب ده بقى الايه ال static net ان انا بحول ip على ip ip local على ip public dynamic net او dnet تمام ده بيعبر بقى عن ايه اه بص cd انا ممكن اه ممكن بس ايه نمسح كل القصة دي اه مرز ده اخر طيب اممكن اعمل الات اه بصوا بقى يا شباب انا ممكن اقول راوتر 1 تمام الاجهزة اللي موجودة عندك لو انا مثلا عندي server point 3 server كمان و server كمان point 4 مثلا ممكن اقول راوتر حاجة اسمها nat pool فاكرين dgcp pool انا اعمل حاجة اسمها nat pool واحدد lower ip بتاعي يعني هو range هتراوح من 1 اذا انا هنا هحط ال range ال public ip بتاع nat pool واحدده مثلا 1.1.3 الى 1.1.6 ده ايه nat pool ده ال pool بتاعي واقول راوتر 1 اي private ip عايز يخرج على الانترنت يخرج pool دي فاول مسلا ip افرد مسلا هو 10.0.2 هيوم الراوتر مديله ايه على طول 1.1.1.3 طب افرد 10.0.0.3 هيوم الراوتر hub مخرجه على 1.1.1.1.4 طب 10.0 لحد ما الايه لحد ما ال pool تخلص طب افرد بقى في جهاز انا استعملت الايه الاربع ip هات دول في جهاز الراوتر ما عندوش ip تاني يديه للجهاز اللي عايز يخش لانا استخدمت الاربع ip كلو باربع جهزة من الراوتر خرجوا على بالاربع ip هات دول لو في جهاز خامس عايز يخش مش هيعرف مش هيعرف يخش لانا ما فيش ip فاضي هنا في ال pool ده ايه ده ال ديناميك نهات عشان كاي بقولك one to many ان one nude او one ip بيبقى اصاده ايه many ip many public ip او one private ip اصاده one many public ip ال path ال port فاكرين المثال اللي احنا اتكلمنا عليه الاجهزة اللي خرجة على الانترنت والراوتر بيمكن يخرج جهازين على نفس public ip بس بيفرق ما بينهم بالسور support فاكرين هو ده ال port address translation تمام هو ده ال ايه ال port address translation وده اتشرح طبعا ان انا بمطال البساطة عندي الانترنت او ال واصل على راوتر مسلا 1.1.1.1 وعنده جهازين اها وجهاز هنا كمان وابطرد الشبكة 10.0.0.0.0 24 ده واخد point one ده انا عاسب ده واخد point three ممكن اه لو مسلا الجهاز ده هيخرج مسلا افرد انه عايز يروح ل destination ip 4 اربع اربعات مسلا فهيخرج بباكت من source port مثلا 1050 source ip 10.0.0.2 station port افرد هيروح destination port 80 destination ip افرد يروح destination ip 4 اربع اربعات لانا سائلها حلو الراوتر الراوتر ده او راوتر 1 هيقوم اغير ايه بدل ما يكون برا المجهاز ده خارج من 10.0.2 هيكون ه خارج من ايه 1.1.1.1 وكذلك مع pc3 اه والفكرة ان pc3 المفترض بياخد source port ايه غير source support اللي خارج منه ايه pc2 عظيم طب هنا بقى في سؤال ماذا لو الجهازين خرجوا بنفس على من نفس source ip كان قبل كده بياختلفوا في source support دلوقتي نفس source ip ونفس source support الراوتر ايه هيعمل ايه اه بصوا شباب ال network technology communication او data بتروح من نقطة لنقطة عالتوالي مش توازي يعني مبيروحوش in parallel بيروحو in serious تمام فاكيد في جهاز من دول هيسبق التاني في الوصول للروتر صح ولا فأول جهاز نوع pc 2 الروتر هيخليه خارج بنفس source support بتاعه اللي connects 1050 عادي جدا حلو طيب كلام جميل دلوقتي pc 3 بعت لروتر 1 هيخرج من source ip 1.1.1 وهيغير برضو source port بتاعها من 1050 ل 1051 واضحة هيخليها خارجة بدل من 1050 ل 1051 فبالتالي 4 محب يرد على 1051 على IP 1.1.1 راوتر انا هيتذكر ان 1051 دي كائد على 1.1.1 دي مربوطة بالPort اللي هو 1050 على 10.3 فالجهازين لو خارجين بنفس الروتر الجهاز اللي بتأخر او الجهاز اول جهاز هيخش من الروتر هيعديه عادي جدا السور سو بورت جوه زي السور سو بورت برا لكن الجهاز اللي بعده هيوصل السور سو بورت جوه 1050 السور سو بورت اللي جوه زي السور سو بورت اللي برا بس بلاس 1 الروتر هيزود عليه ايه بلاس 1 ده عشان هنا بقى فيه سؤال بيقول لك what does happen if a router receives two packets that of a similarity of the source port from two different hosts ده هنا بقى ايه قلنا الروتر هي ايه هيتصرف اه هيتصرف ايه ازاي في المحاضرة دي اتكلمنا عن اه النات اه اسباب ظهور النات وكذلك معالجته لل الاي بي بي فور شورتيج وكذلك ليه استخدامه كسكيرتي اتكلمنا عن اه 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 الخاص بالسيرفرز اتكلمنا عن انواع النات السورس الستاتيك ناتوي الديناميك ناتوي الPAT او الPort Address Translation انا اعتبر خلصت اشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة